مع أقفال باب الترشيحات وفي انتظار انتهاء مهل التسجيل اللوائح في أربع نيسان المقبل أكد مدير عام شركة ستاتيستيكس لبانوني ربيع الهبر للأو تي في أن الأمور ليست واضحة في أكثر من دائرة خصوصا أن التحلفات فيها لم تحسن بعد ففي دائرة الشمال الأولى أي عكار وبحسب الهبر هناك أمل للائحة قدامى تيار المستقبل في أن تحصد ثلاثة مقاعد فيما يمكن للتيار الوطني الحر وحلفائه أن يحصد مقعدا أو مقعدين وهناك إمكانية لما يسميها الهبر قوى التغيير في أن تحصد مقعدين وبالانتقال إلى دائرة الشمال الثانية التي تضم ترابلوس المني الضني يمكن لقدامى تيار المستقبل أن يحصد ثلاثة مقاعد وهناك أسماء بارزة منهم في هذه الدائرة كمصطفى علوش وسامي فتفت فيما يمكن للائحة التي يدعمها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن تحصد مقعدين إضافة إلى مقعدين لما يسمى بقوى التغيير وطبعا من الممكن بحسب الهبر أن يحجز كل من فيص الكرام وجهاد الصمد مقعدا له في دائرة الشمال الثالثة سيحصد التيار مقعدا أو مقعدين ربما أكثر في انتظار اكتمال التحالفات فيما سيحصد المرضى مقعدين والقوات ثلاثة مقعد على الأرجح ويقول الهبر أن هناك احتمالا بأن تتمثل لائحة شمالنا بمقعد إلى كسروين جبيل در حيث سيحصد التيار الوطني الحر حاصلين انتخابيين أكيدين وفيما لو ثبت التحالف مع حزب الله وحركة أمل في هذه الدائرة سيكون المقعد الشعي من نصيب اللائحة أيضا القوات ستحصد على الأرجح مقعدين نعمة فرام مقعدا أو مقعدين محتملين وفريد الخازن مقعدا حسب اللوائح والتحالفات فيما يلفط الهبر إلى أن تحالف فارس سعيد ومنصور البون وأن حصل لن يؤمن الحاصل في المتن سيؤمن التيار الوطني الحر مقعدين على الأقل هناك مقعد واحد للقوات ومقعدان للكتائب ولائحة التاشنق ميشيل المور مقعد والأمور غير محصومة في بعبدة هناك مقعد واحد محصوم للتيار مقعد واحد محصوم للقوات مقعد واحد محصوم للحزب التقدمي الاشراكي مقعدان محصومان للثنائي الشعي ليبقى المقعد الماروني الثالث غير محصوم بعد إلى بيروت الأولى حيث فرط عقد لائحة كلنا وطني برئاسة بولا يعقبيان على أن تتمكن يعقبيان من تشكيل لائحة أخرى ويقول الهبر أن اللائحة التي تضم النائب جانطالوزيان ستحصد مقعدين على الأرجح والتشنق مع التيار الوطني الحروة إلى أسود قادرون على تأمين مقعدين على الأرجح فيما هناك حاصل محسوم للقوات والحاصل الثاني غير مؤكد في دائرة الشوف علي يؤكد الهبر للأو تيفي أن التحالف بين القوات والاشتراكي من جهة وحزب الأحرار من جهة أخرى قد انتهى في مقابل تثبيت الحلف بين التيار ووهاب وأرسلان أما قوى التغيير وفق تعبيره فإذا وحدت صفوفها من الممكن لها أن تحصد مقعدين إلى زحلي حيث كما في دوائر أخرى الأمور لتزال ضبابية ويشير الهبر إلى أن التيار الوطني الحرم حزب الله قادران على حصد مقعدين وفيما لو تم التحالف مع حليف كاثوليكي أساسي فالحلف قادر على حصد المزيد من المقعد ويلفط الهبر إلى أن حزب القوات قريب من الحاصل وهناك طبعا لائحة فيها قدامة يار المستقبل وما دوم منهم ولائحة للنائب بشل الظاهر والاتصالات مكثفة من دون أن ننسى وزن الكتلة الشعبية برئاسة ميريام سكاف وما يسمى بقوى التغيير إلى دائرة صيدة جزين في هذه الدائرة مرشحوا التيار لا يزالونهم نفسهم في الانتخابات السابقة وهناك تحالف عبد الرحمن البزري وأسامة سعد من جهة والجماعة الإسلامية من جهة أخرى ويختم الهبر بالتأكيد أن الأمور لا تزال أيضا ضبابية